اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأن بلغتنا رماضان اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجعلنا فيه ممن يوفق لقيامه وصيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقضي ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الرؤوف بالعباد ومنك سبحانك الرشاد نسألك أن تحفظ البلاد والعباد وأن تنصر رجال أمننا وأن تنصر جنودنا ورجال أمننا على أهل الشر والفساد والأحقاد والحساد اللهم إنا نسألك لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التوفيق والسداد والنصر والتأيد والرشاد إنك أنت الكريم الجواد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم احمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء شامخا عزيزا إلى يوم الدين وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان العالم بكل مكنون سبحان العالم بكل مكنون إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بيده ملكوت كل شيء وإنا إليه راجعون يا من رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي ها نحن عبادك قد وقفنا ببابك وخضعت رقابنا لسلطانك وعنت وجوهنا لجلالك فلا تردنا عن جنابك اللهم إنا نسألك يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وقيادتنا وولاة أمرنا وعلمائنا والمؤمنين على دعائنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا قد جئنا إلى بيتك الحرام طمعا في القبول والرضا والرحمة والغفران اللهم حقق آمالنا وأجب دعواتنا ولا تخيب رجاءنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلان عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين